بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل حبيبي طلبة وطالبات الصف الرابع النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان في بيت باي بيت اللي هو امتحان اخر الوحدة السبعة تدريبات شاملة على الوحدة السبعة طبعا الفيديو اللي فاته انا عملتلكم امتحان ورقي شامل دايما بتطلبوه طبعته وعملته في الفيديو اللي هو اللي قبل ده اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه النهاردة قبل ما ابدأ في الوحدة التاملة ان شاء الله هنحل التدريبات الموجودة على الوحدة السبعة تدريبات كاملة وامتحان كامل من كتاب بيت باي بيت صفحة 49 و50 اتمنى قبل ما ابدأ الفيديو تعملونا لايك الفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عالم ونبدأ بسم الله طبعا زمنتو شايفين اول سؤال choose choose the right answer طبعا دوت مش واخد شكل الامتحان النهائي انتوا عارفين الامتحان النهائي اتفاقنا انا اول سؤال فيه بيبقى listening استماعه طيب choose اختر بيجيب لك 3 جمل حتى في الترم الاول لو تفتكروا جاب لكو 3 جمل بس في الامتحان جايب 3 جمل وطبعا كل جملة ليها 3 اختيارات زي ما احنا شايفين طيب ودايما بيجيبها من الوحدة من اللي دلستناه في الوحدة اتمنى بقى انتوا تكونوا ذاكرتوا الوحدة كويس وحفظتوا كلماتها وذاكرتوا الجرامر عشان تحلوا معي number one let's a to the city اتفقنا قبل كده ان let's دي بتتقال للاقتراح وسيلة يعني للتعبير عن الاقتراح يعني اقترح على حد ان احنا نروح مثلا مكان معين او اقترح على حد ان احنا نعمل اي حاجة ببدأ بlet's وبيجيب بعدها الفاعل في المصدر let's زائد الفاعل في المصدر let's a to the city travel traveling traveled طبعا فين الفاعل في المصدر هنا travel travel يعني ايه حبيبي يعني يسافر تمامي يبقى يحط خط تحت ايه زي ما احنا شايفين number two we were in the village احنا كنا where دي ماضي are يكون للجمع الماضي بتاعها where و is الماضي بتاعها was طبعا شرحنا الحاجات ديات في الوحدة السبعة we were in the village when we a up احنا كنا في القرية لما كبرنا when we grow up grow up يعني ايه grow up يعني ينمو او يكبر بس ده عشان الجملة في زمن الماضي تمام كده يبقى كل الافعال اللي فيها هتبقى في الماضي يبقى اخد grow تمام number three the building المبنى is two two دي اتفقنا لما بتيجي قبل الصفة بيبقى معناها جدا طيب يبقى المبنى is two ايه انا عايزة صفة طبعا دي ودي صفات بس لازم يكون في بعدهم كلام لاندي صفات في الصغة المقارنة انما عايزة اقول عالي جدا يبقى high يبقى اختار high السؤال التاني طبعا سؤال matching جايب لي عمود A عمود B وزي ما انتو شايفين مبسط جدا جايب في عمود A ثلاث اختيارات وعمود B ثلاث اختيارات برضو اقرأ عمود الاول زروم الحجرة people like الناس تحب وترجم كده وانا بقرأ the teacher was المدرس بتاعي كان وز يعني كان طيب هنا very kind طيب جدا is too small صغير جدا a temperate climate يعني مناخ معتدل تعالوا معايا كده زروم تناسبها ايه من هنا الحجرة مالها اكيد صغيرة جدا يبقى ايه هتاخد B اجي هنا وصد ايه وحط B هنا هم زي ما علمتوكو قبل كده كتير people like الناس تحب a temperate climate يبقى C هنا my teacher was very kind المعلم بتاعي كان طيب جدا يبقى ايه هحطها اصاد 3 يبقى بالشكل ده اجابتي شكلها منظم ومنصق وفي نفس الوقت حال الكل صح تعالوا معي على السؤال اللي بعد كده سؤال الكطع بنقراها طبعا واتفقنا قبل كده ان الكطع كلها بتيجي من المنهج اللي درسناه تماما بيجيش حاجة من بره والكلمات كلها بتاعتها من الكلمات اللي احنا اخدناها زنايل is very important important دي انا ايلهالكو الترمي الاول خدناها الترمي الاول بمعنى هام النيل مهم جدا في مصر اخدناها برضو الوحدة السبعة اطول نهر في العالم حوالي يعني عن بس لما تيجي قبل رقم بيبقى معناها حوالي it's about six thousand six hundred seventy five يعني ستة الاف ستمية خمسة وسبعين كيلو ميتر طوله حوالي ستة الاف ستمية خمسة وسبعين كيلو متر كلمة برانش يعني فروة فرعين النيل له فرعين في مصر the nail is the home for different kinds of animals النيل ده هو مأوى انواع مختلفة different kinds من الحيوانات we should يجب should يعني يجب we should keep the nail clean يجب ان نحافظ keep نحافظ على النيل نظيف clean يعني نظيف مش اخدين مالكون القطع دي تنفع براجراف حلوة قوي عن النيل لو جالكو لو جالكو في مرة اكتبوا براجراف عن النيل ده احسن براجراف ممكن تكتبوه عن النيل وسهل جدا تعالوا بقى لما نحلل الاسئلة طبعا جابلنا ثلاث جمل وعاوز صح او خطأ زي ما تعودنا كتير قبل كده the nail is longer than any river طبعا بصوا اطول نهر في العالم معنى كده انه مفيش نهر اطول منه فاشوفوا بقى الجملة بتقول ايه the nail is longer than any river النيل اطول من اي نهر كلمة any d يعني اي اه طبعا الاجابة صح يبقى هاجي هنا وحط علامة صح number two there are يوجد للجملة three branches of the nail ثلاث فروع للنيل طبعا خطأ يبقى هاجي هنا هحط علامة في خانة false اللي هي خطأ the nail is very important for animals and the humans النيل مهم جدا للحيوانات والبشر humans humans يعني البشر طبعا صح تمام وتبقى اجابتي بالشكل ده تمام طيب بعد كده جايب لي سؤال اللي هو قطعة ونقصة كلمات وبنختار لها الكلمات من فوق هو مديني ثلاث كلمات بس والقطعة فيها ثلاث اماكن فضية خلي بالكم القطعة اللي احنا لسه قارينها عن النيل المفروض انه هو كان جاب سؤالين written سؤالين كتابة زي ما تعودنا بس برضو هو ما جابش هنا اختصر لو جابهم احنا طبعا متضربين عليها كتير قبل كده وقلنا ان احنا بنطلع الاجابات من القطعة نفسها تعالوا بقى معايا نقرى السؤال ده السؤال ده بهم جدا سؤال القطعة اللي نقصة كلمات بنقراها الاول كويس الاول نشوف الكلمات study يعني الماضي بتاع study يدرس او يزاكر ask it يسأل ده الماضي بتاعها او يطلب يسأل او يطلب ده الماضي crying يعني يبكي تعالوا بقى معايا نشوف كده i don't forget my first day at school انا مش بنسة اول يوم ليا في المدرسة i was six years old كان عندي ست سنين i wore ماضي وير يرتدي خدناها الدرس اللي فات where i wore a pink t-shirt لبست t-shirt لونه pink اللي هو اللون البنبة ده and blue pants ومنطلون ازرق i was in t-happy انا ما كنتش سعيد طبعا اول يوم في المدرسة ومتوتر i was a when i left my mother left هنا يعني غادر الماضي التعليف يغادر عندما غادرت امي لما سبتها كنت ايه طيب the arabic teacher المدرس العربي a me to sit next to a boy ها مدرس العربي طلب مني ان انا اجلس بجوار ولد the teacher was very kind المدرس كان طيب جدا then we a many subjects subjects يعني مواد كلمة subjects يعني مواد وزن دي يعني ثمة and played games ولعبنا games i was happy at the end of the day كنت سعيد في نهاية اليوم طب تعالوا معي هنا number one هتبقى ايه انا كنت ايه لما سبت مامتي كنت بابكي اكيد يبقى crying يبقى number one هتبقى crying طيب مدرس العربي طلب مني اجلس جنب ولد يبقى ask يبقى number two هتبقى ask three we many subjects درسنا موايات كتير study يبقى صدد هتبقى three وتبقى اجابتنا بالشكل اللي انتو شايفينه ده تعالوا معي السؤال اللي بعد كده السؤال مهم جدا واخدنا كتير وشرحت لكم وقلت لكم ان فيه تكات لازم نكون عارفينها عشان نحل سؤال الترتيب صح طيب بنبدأ بالكلمة لتحتيها خط طيب زا اتفقنا لازم اول كلمة هبدأ بيها احنا المسألت لنا لو اسم بقى بعديه فعل على طول انما زا دي يعني ال شيء طبيعي ان ال يبقى اسم ال ايه بقى خلي بالكو نترجم كده الكلمات الاول قبل ما نحل full of يعني مليء بي مليء بي وbright lights اخدناها يعني اضواء ساطعة طيب فين الاسم هنا بقى اكيد زا سيتي يبقى هو اكيد يقصد ان المدينة مليئة بالاضواء الساطعة زا سيتي زا سيتي جبت الاسم بقى ادور على الفعل زا سيتي is طيب is ايه مليئة full of مليئة بي lights وتبقى الاجابة بتاعتنا بالشكل ده وزي ما قلتلكم تحاول تسيبوا مسافة صغيرة بين كل كلمة والتانية دي من اسس تحسين الخط the city is full of bright lights طيب number two why اه why دي ده سؤال هتا في علامة استفهمه why لماذا طيب why خلي بالكم اخدنا في الواحدة السبعة ان احنا لما نيجي نقترح على حد حاجة في طريقتين ياما اقول let's زائد الفعل في المصدر ياما اقول why don't you وبعدها الفعل في المصدر برضو طيب why don't you انت ليه ما تسافرش معايا why don't you وبعدها الفعل في المصدر فين او يبقى why don't you travel with me تمام كده اهي why don't you travel with me وطبعا علامة استفهام ما ننساهاش السؤال اللي بعد كده البنكت ويشن الترقيم طبعا اتفقنا ان انا بعمل علامات الترقيم وكتب الجملة كاملة وحط تحت علامة الترقيم خط صغير طيب it's طبعا اول حرف في الجملة capital يعشي طبيعي the i capital لو الابصرف دي ما كانتش محطوطة كنت احطها it's time to go back home ده وقت الرجوع او العودة للبيت حان وقت العودة الى المنزل طبعا دي جملة من السؤال يبقى حط اخرها نقطة اهو يا حبابي زي ما انتم شايفين كتبت الجملة كاملة وطبعا ال i كتب املتها capital وحطيت تحتها خط ونقطة وحطيت تحتها خط كده تدريبات bit by bit خلصت تدريبات وفية جدا ناقص هيمكن سؤال البراجراف طيب البراجراف هو جايب لك خلي بالكم لو تفتكروا الترمي الاول كنا ال bit by bit بيعمل بيكتب البراجرافات في نهاية كل وحدة عشان التلميذ يقراها كويس ويعرف ازاي يكتب البراجراف طيب هو هنا كتب لك البراجرافين اللجوم في الوحدة السبعة في الدرس الرابع كان فيه براجراف عن فار الريف وفار المدينة وفي الدرس السادس كان فيه براجراف عن اليوم الاول اللي هي في المدرسة هو كتبهم وتعودوا كده البراجرافات الموجودة في الوحدة كلها هتلاقيه كتبهم في اخر الوحدة تمام طيب كده خلصنا بقى تدريبات bit by bit كلها ان شاء الله الفيديو الجاي على خير نعمل نبدأ الوحدة التمنى ان شاء الله واشوفكو على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته